النهاردة وإحنا بنتكلم على جأس فيفا انتر كونتنينتل كنا دائما بنقول خبر بنقول كواليس بنقول تفاصيل النهاردة إحنا قلنا نغير شوية ونلتقي بالأوروكوياني جولارامو ألمادا المدير الفني لفريق باتشوكا المكسيكي بيتحدث فقط وحصريا لبرنامج التريند عشان يتكلم عن المواجهة المرتاقبة مع بطل أمريكا الجنوبية الكوبا ليبرتادوريس إمكانية مواجهة الأهل يوم 14 ديسمبر على ملعب 9-7-4 كيف يرى هذه المواجهة مع بطل إفريقيا آخر المعلومات اللي عنده عن مرسل كولر وفريق النادي الأهلي متى يسافر فريق باتشوكا المكسيكي إلى قطر التحضير لمونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية نطلع نتابع كل هذه التفاصيل من خلال تصريحات خاصة وحصرية لمدرب باتشوكا المكسيكي جولبيردو ألماضا عبر برنامج التريند مساء الخير إنه لسعادة وشرف لي التواجد معكم وأن أشارك هذه اللحظة وسوف أراكم بالتأكيد قريبا جدا في الصرح الرياضي بطولة الانتركنتينتل نحن حاليا نستعد من خلال التدريبات ونخوض مباراة ودية لأن الدور المكسيكي قد انتهى والتحضير لمواجهة بطل البرازيل أولوية حاليا بالنسبة لنا اللعب في بطولة الانتركنتينتل هو الأمر الأكثر تقديرا في العالم وخاصة أمام خصم معقد جدا مثل أتلق كومينيرو أو بوتافوغو بسبب جودة اللاعبين التي لدى الفريقين بالنسبة لموعد الصفر بداية من 6 ديسمبر سنتواجد في قطر لكي نستعد للمباراة الأولى وآمل أن يحالفنا الحظ أمام خصم كما قلت معقد جدا سواء كان أتلق كومينيرو أو بوتافوغو بخصوص أيهم أفضل أتلق كومينيرو أو بوتافوغو لا ليس لدينا إمكانية التنبؤ هي أشياء تأتي في طريقنا ولكننا سنترك بصمتنا في هذه البطولة هما فريقان لديهما جودة عالية ولاعبين زو خبرة وقدرات مختلفة ولكنها ستكون مواجهة معقدة وصعبة للغاية في طريق باتشوكا من أجل التخلص من عقبة بطل أمريكا الجنوبية هدفنا هو مواجهة بطل أمريكا الجنوبية منذ البداية سواء كان بوتافوغو أو أتلق كومينيرو وبعد ذلك بالتأكيد إذا حققنا الهدف الذي سيكون صعب جدا ومعقد كما قلت سوف نفكر في الأهلي الذي يعتبر هو الآخر خصم قوي جدا ولديه لاعبين جيدين ومدرب رائع مثل كولر الذي قام بعمل ممتاز وأصبح بطلا وقد امتلك عدة مفاتيح للإطاحة بفريق العين الإماراتي لذلك بالنسبة لنا أعود لأشدد على أن هدفنا الأول أن يحالفنا الحظ يوم الحادي عشر من ديسمبر أمام بطل أمريكا الجنوبية فيه مهمة صعبة جدا ولكن بالتأكيد إذا حالفنا الحظ سيكون أمرا معقدا أيضا ينتظرنا أمام الأهلي لأن الأهلي لديه لاعبين جيدين جدا ومدرب عظيم وكفاءة في اللعب الجماعي لذلك ستكون عقبة كبيرة للغاية إذا واجهناهم لكنني لا أحب استباق الأحداث وأتمنى أن يحالفنا الحظ في مواجهة بطل أمريكا الجنوبية وتقديم كل ما لدينا في الملعب حسنا أعود لأكرر أن الأهلي لديه لاعبين جيدين جدا ومدرب كبير ويلعب بشكل رائع وبالفعل لدينا سابقة مع الأهلي عندما واجهناه في اليابان وكان في ذلك التوقيت خصم صعب للغاية أيضا لا أعتقد أن المباراة أمام الأهلي ستكون أخذا بالثقر لأن الموقف مختلف بلاعبين آخرين ومدربين مختلفين ولذا إذا استطعنا الوصول إلى هذه المباراة فسوف نقوم بإظهار كل ما لدينا وسنلعب بشكل أفضل من الخصم لدينا لاعبون جيدون في تشكيلة باتشوكا المغربي أسامة إدريسي لاعب مهم جدا لنا وأضاف دعم كبير للغاية للفريق وكان مهم للغاية عندما أصبحنا أبطالا أمام خصم عنيد للغاية في بطولة الكونكاكاف وهو يحترم الخصم جيدا ولاعب كرة قدم من الطراز العالي وقد ساهم كثيرا في طريقة لعبنا بخصوص إمكانية تحقيق لقب كأس العالم للأنديا بشكله الجديد حسنا هناك فرق معقدة جدا في المونديال فرق صعبة كما هو الحال في كأس الانتر كونتينينتال مثل ريال مادريد ومنشستر سيتي وهناك العديد من الفرق من جميع أنحاء العالم لديها جودة كبيرة وسنذهب إلى المونديال بشغفنا وأملنا لقد أصبحنا أبطالا في بطولة مثل الكونكاكاف وهي بطولة صعبة للغاية ومعقدة لما بها من فرق ذات كفاءة كبيرة فهناك ميسي وسواريز وفي المكسيك هناك إنياك لاعب كروز أزول الذي أصبح بطلا للمكسيك ودائما بنفس التواضع والعمل والثقة فيما نقوم به نحاول أن نخرج أبطالا في كل المباريات ولذلك سنكافح ولكن ما يدور في رأسنا الآن هو بطولة الانتر كونتينينتال وسنرى ما هي الإمكانيات المتاحة لدينا لكي ننافس على اللقب أمام هؤلاء الخصوم الذين لديهم جودة كبيرة كما قلت من قبل تصرحات مهمة جدا للمدير الفني لفريق أباتشوكا المكسيكي الأرجوياني جيلو مارو ألميدا وكلام مهم جدا عن النادي الأهل الرجل بيتكلم على الأهل بشكل كويس جدا وبيتكلم على كولر وأن الأهل عنده لعبين جيدين وأن حتى فكرة السقر القرى ونتيجة الخسارة اللي حصلت في اليابان ممكن من طرف الأهل قالك مش هتبقى موجودة خلاص الأهل جيل جديد مجموعة جديدة كل مباراة وحسب ظروفها وفاجئنا بوجود لعب مغربي موجود في صفوف الفريق أسامة إدريسي فأكيد بإذن الله هتكون مواجهة طيبة إذا نجح في تخطي يعني مباراة يوم 11 ديسمبر أمام أكلتكم من ييرو أو بتفوجو ألفاز منهما يوم 30 نوفمبر الجاري على استاد بيونيس آيرس في الأرجنتين وعرفنا أن باتشوكا مسافر يوم 6 عشان يلعب يوم 11 والأهل إن شاء الله سيسافر يوم 10 زي ما قلنا لحضراتكم وبإذن الله زي ما أنتم عارفين طالما الأهل سافر 10 أكيد عشان يحضر المباراة يوم 11 ويتابع فريق باتشوكا المكسيكي عن قرب عشان يستعد لأي فريق سيتأهل سواء الفريقين من البرازيل أو حتى الفريق المكسيكي في اللقاء المنتظر على ملعب 9-7-4 يوم 14 ديسمبر ترجمة نانسي قنع